حذرت الأمم المتحدة من زيادة أعداد المتسولين جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أجبرت الكثير من اليمنيين على مبارسة التسول للحصول على احتياجاتهم الغذائية اللازمة ونظرا لما تعانيه مناطق سيطرة الانقلاب من استمرار في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص في الوقود وغاز الطهي قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها لاحظت زيادة في عدد العائلات التي تلجأ إلى التسول لتغطية نفقاتها المنظمة ذكرت في تحديثها للعشر الأيام الماضية من الشهر الجاري أن موظفيها سجلوا أعداد متزايدة من العائلات التي تلجأ إلى التسول للحصول على الطعام والمساعدة موضحة أنها قدمت خلال العام الماضي معونات بنحو 20 مليون دولار لدعم إيجارات سكنية لنحو 80 ألف أسرة في صعدة وإبو الحديدة متضررة من حرب الميليشيات الانقلابية كما سجلت خلال الفترة المشمولة بالتحديث 62 عائلة تلقت تهديدات بالإخلاء في عمران وحدها من بينها 12 على وشك الطرد وقالت المنظمة السامية أنها تعالج الاحتياجات الأكثر الحاحة للأسر الضعيفة من خلال توزيع المساعدات النقدية متعددة الأغراض وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة كذلك إلى الإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة كما وأوضحت المنظمة أن العيادات الطبية التابعة لها قدمت الرعاية الصحية لأكثر من 1500 لاجئ وطالب لجوء وأفراد من المجتمع المضيف في محافظة عدن خلال الفترة المشمولة بالتحديث وأشارت إلى تطبيب حالات محددة من المصابين بأمراض الجهاز التنفسي العلوي والأمراض الحموية وقدمت لهم الاستشارات الصحية ولفتت المنظمة إلى تأثر المنظمات والمرافق الخدمية التي تعمل في المحافظات الخادعة لسيطرة الانقلاب خصوصا في المناطق النائية بسبب النقص المستمر في الوقود والارتفاع في الأسعار ترجمة نانسي قنقر